السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رواية جميلة اسمها الخيميائي لباولو كويلو يعني اللي دي بعجبني الرواية ديت فاشترات له روايتين تانيين كانوا في غاد سوء يعني ما عجبنيش الصراحة بس الخيميائي ترجمت لأقدر من 67 لغة داخت مسؤولة جينس الاركم الكاسية كأقصر كتاب مترجم لمؤلف على قد الحياة واتبع منها 65 مليون نسخة في أقدر من 150 بلد فهي من أقدر الكتب مبيعين عبر التاريخ بتتكلم عن راعي أندلسي شاب اسمه سانتياغو وكان عايش في الأندلس أو في أسبانيا فبيحلم بحلم إن فيه كنز مستنيه عند الأهرامات فبيسافر بقى في رحلة طويلة من المغرب لتونس ليبيا مصر و هكذا فبيقابل الملك بيبدأ يقوله على الكنز وطول الوقت فيه إشارات وفيه حاجات جميلة يعني فيه شوية اكتباسات جميلة جدا في الرواية زي كل نعمة يتم تجاهلها تصبح لعنة الشجاعة هي الميزة الأقصر أهمية لفهم لغة العلم يبدو أن كل شخص لديه فكرة واحدة عن الكيفية التي ينبغي أن يكون بها الأخارون حياتهم لكن لشأن حياته هناك شيء واحد فقط يجعل من المستحيل تحقيق الحلم ألا وهو الخوف من الفشل إذا انتبهت إلى حضرك أمكنك تجعله أفضل مما هو عليه وما تحسنت الحاضر فإنما يتبعد ذلك يكون أفضل أيضا الخوف من المعاناة أسوأ من المعاناة نفسها لا يوجد وطريقة واحدة للتعلم ألا وهي العلم عندما نسعى جاهدين لمنفع أفضل مما نحن عليه يصبح كل شيء حولنا أفضل أيضا فهو الكتاب يعتبر مركز في موضوع التنمية مشاريع في شكل قصتي جميل جدا وبشكل غير مبلغ فيه فهتستفد جرعة كده تشحنك الرواية ظريفة مسلية لذيذة ومعلومات حلوة وفيها رحلة جميلة جدا من أسبانيا لحد مصر وبعد كده هيرجع تاني أمش عايز أحكي الصورة أحرقها بس إن شاء الله تستمتع بيها بإذن الله